مبارح كان فيه اجتماع الاسبوعي للحكومة وفقا للتصرحات اللي صدرت بعد الاجتماع في المؤتمر الصحفي كان فيه حديث مهم جدا من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حواليه موضوع مهم بيخص المصريين في الخارج وهو التحولات المالية اللي بيبعثوها لمصر دكتور مصطفى مدبولي أعلن إن الشهر اللي فات لوحده المصريين في الخارج حواليه تقريبا تلاتة مليار دولار ده رقم مهم جدا نحن نتوقف عنده النهاردة ليه؟ عشان ده كان فيه زيادة كبيرة جدا فيه التحولات بنتكلم تقريبا فوق الستة وتمانين في المية مقارنا تنبيه السنة اللي فاتت ده بيأكد الدور الكبير الدور الحاوي اللي بيلعبه المصريين في دعم اقتصاد بلدهم خصوصا في الظروف دي صحيح فعلا يا رجائي وكمان مدبولي يركز على أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية اللي بتشتغل عليها الدولة وقال إن المؤشرات دي كلها بتدل على أن الاقتصاد المصري بيتحسن وبنشوف تأثير ده في الاستقرار المالي وفي قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الحكومة كمان شغالة على جذب الاستثمارات الخارجية وقدمت كتير من الإجراءات والتسهيلات علشان تدعم الاستثمار وتجذب المتثمرين شفنا ده طبعا مؤخرا في التعاون مع صندوق الاتثمار السعودي والقطاع الخاص أيضا السعودي ومن منتظر أن خلال الفترة اللي جاية هنشوف توقيع تفقيات كبيرة هيتم الاعلان عنها تدريجيا كمان نقدر نقول أن تحولات المصريين في الخارج هي واحدة من أهم الروافد من أهم أدوات دعم الاقتصاد المصري مش بس هي بتحقق استقرار مالي لكن كمان بتساعد في تحسين مستوى المعيشة لأسر كتير جدا في مصر تحولات ديا مش بس دعم مالي لكن كمان ده دليل على ارتباط المصريين في الخارج ببلدهم وكمان رغبتهم في المساهمة في دعم تحسين الاقتصاد المصري ودعم أسرهم بشكل مستمر ومن حاجات كمان اللي كانت لافتة جدا في كلام رئيس الوزراء كمان أنه تكلم عن اقتصاد الحرب وقال إن ده مش معناه أن مصر دخل حرب لكن الفكرة هي أننا نكون جاهزين لأيطار ونأمن احتياجاتنا الأساسية وده اللي بنقول عليه فن إدارة الأزمات قبل حدوثها وأكد كمان على أهمية أن الجبهة الداخلية تفضل قوية ومتمسكة علشان البلد تقدر تواجه أي تحديات قدامها ربنا دايما يحفظ بلدنا ومرة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر